موسيقى بتكوني تعبتي واجعني كتفي كتير أنت طلعتي موخر الشغل طلعي كيف عم أشتغل بأيد واحدة لعي اذا حتجت لمساعدة فيك تطلبها مني لا تخجر أخ 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 رجلي خير شو صار لك؟ أخ غم تجعني رجلي ثق ابتتي هون أخ تعالي، تعالي تسندي علي تركيه وتحركي على شغلك تحركوا كل واحد على شغله لأشوف شو ما فهمتي ولا ما سمعت الليلتو قلتلك يلا رجاي على شغلك حرام خليني ساعدة للبنت تلكم نفس النمرة أصلاً ندوروا على فرصة مشان تهربوا من شغلكم تركها، تركها للبنت تركها خلاص عم توجعها سمعوني منيح منك إلا طول ما أنتم موجودين هون عندي رح تشتغلوا ويلي ما بيشتغل وبيتحجج ماله لقمة أكل عم تفهموا؟ قومي زهرة أنا شفت من ولاد الزوات متلك كثير يا بتشتغلي شغلك منيح يا بترجعي من محل ما أجيتي يا بتشتغلوا لك شبك، يلا تحرك الطريق إلي ليش سدته؟ لخلصنا يلا سيدي لا معالحظ ألو رشيد أين كنت؟ راي على أسر أغا تمام استناني هناك أنا جاي فورا كيفك اليوم أخي؟ ذكرت أي شي جديد إن شاء الله؟ من لما رجعت لهون على القصر لأول مرة مبارح بناء مرتاح حسيت حالي من هالعائلة أكيد ابني أنت من هالعائلة ورح تتذكر كل شي صار بحياتك إذا ألا راد منشوف الدكتور اليوم شو رح يحكي؟ بعد هالسنين صعب إنك ترجع تتذكر شو الحكي هادبة هي؟ كأنك ما بتتمنى لجمال أنه يتحسن معقول هالحكي يعني معقول ما أتمنى له بس ليك يا أخطي إذا ما قدر يتذكر أولاده بيزعله وبينكسر قلبه الدكتور ما بعرف شو رح يحكي بس مرأت بي تجربة حلوة بكر ما لإنه ترجع لي ذاكرتي أنا رح أعمل كل اللي بقدر عليه أنا ما حسيت بوجود البابا مثل اليوم أنا وإنت رح نتعالج ورح نطيب بتشوف إي إن شاء الله بابا إنت منيحة بنتي؟ متضايقة أو في شي عم يوجعك؟ ولا شي أنا منيحة لا تشغلي بالك ليش لحتى ما تكون منيحة؟ كلمتها ما بتصير تنتين عن جوزة بنتي؟ خلي مؤمنة خانوم تجيب لك صحن فواكي؟ مو جاي على بال آه لا ما بيصير هيك إنتي لازم تاكل أكتر لأنك بروحين حياتي مؤمنة خانوم إذا ما في عزابه ممكن تجيبي لفواكي؟ بنتي لاتساوي هيك لاتضلي مأهورة وزعلانة ابنك عم يكبر ببطنك يا روحي إذا بتسمت بتفرق؟ أنا معني حاسة بشي بنوم حاولت كتير وضغطت على حالي يا أمي بس شو بدي أعمل وكيف رح ربي هالولد أنا؟ رح تتعلمي يا روحي ورح تقدري تربي بكرة بستولدي بخير وسلامة وتحملي ابنك بحضنك وقتها ما رح تفكر بكل اللي عم يصير حواليكي ولا رح تتذكري حدا ومستحيل تشوفي إلا عيون ضناكي أنا كيف رح أقدر حسبي هالشغلات؟ أنا لأ هلأ مجازة إيه بعرف يا روحي بعرف أنا ما بيطلع بإيدي أعمل أي شي يعني هلأ كل اللي بنقدر عليه هو بس إنه نتقبل اللي صار ونرضى فيه بعدين الطفل اللي حاملتي ببطنك ما له زنب بنوب أنت أمه ورح تحبي روحي جيبي مي يا مؤمنة يلا أشري فواكي يا مؤمنة نطفي البيت يا مؤمنة قاعد ببيتي وسرت خدامي عم تكون علو كيفك مؤمنة؟ منيح أمرني أغا روحي اسأل ليلي سونا إذا مش تيه أي شيء الليلي مشان جيبه معي وأنا جاي سونا بقضوطها يا أغا ما بده إلا سلامتك إيه كتير مني وليلة تنام وترتاح أصحك ما تدري بالك عليها خليها ترتاح هاي خانم إمنعيوني يا أغا سونا بيلبقلة تكون خانم؟ بسيطة من ورجية لها الفصعوني من بتكون الخانم بهالبيت أغا تطلع عليك من إيجا شكل مهم من كمان عم بيدوروا على يونس مثلنا ومعنى هالشي أنه ناطرين بالمكان الصح عزات تخيل ندق الباب هلأ ويفتحوا لنا الولاد حتكون أحلى فرحة ملك خلاص تركي دا من أحلام يكلام إذا أمه ليونس بتخبرنا بمكانه نميح يلا تعالي مرحبا حبيبتي أنت إخته ليونس ما هيك؟ طيب أمك بالبيت؟ إيه بالبيت؟ أسما مين على الباب يا ابنتي؟ تفضلي عفوا خالي مرحبا أنا عزة كرمان وهي صديقتي لانسي ملك هي معلمة بالمدرسة الابتدائية هون بالبلد إذا كان عندك شوية وقت لو سمحتي بدنا نحكي معك بخصوص يونس إيه أنتو شو بيعرفكم بيونس ابني؟ سمعيني خالي نحنا تعرفنا عليه بإسطنبول هني كلتقينة فيه بالصدفة عم نعمل كل شي لنساعده نحنا هون مشان مصلحة ابنك مو أكتر تفضلوا تفضلي وهلأ ممكن أعرف شو بتكون؟ سمعيني نحنا بنعرف إنه زوجك محبوس ومنعرف كمان إنه بسبب بسط التار هربته من بيتكم نحنا بنعرف إنه غريم زوجك ملاحق لابنك هلأ وحاليا عم نحاول إنه نعرف مكانه أخذ معه طالبتي القديمة زهرة واختة صغيرة رفيف لهيك بدنا نلاقيهم قبل ما يصر لهم شي لازم برأيك أنت لوين ممكن يكون راح؟ بلا ما تضيعوا وقت واستعجلوا خلصوا لي الأكل بسرعة يلا لسا عنا كتير شغل واليوم لازم يخلص شغلتهم بسيطة حبيبتي يعني لأني أول مرة بشتغل مشان هيك إيدي يحمروا لا تضايق بكرة بطيبوا وما بيضل فيهم أي شي الله يحميك ويخليك يا قلبي يلا تعالي معدلك صحا تاني قوبل أنك وقعت ورح تنطر الأكل للمساء يمكن لوقتها يرجع لك لرأسك وتدير بالك على لئمتك يلا نبير تعي أنا صبولي كتير ويكفونا كلنا وأنا كمان إذا رح آكل هذا الصحن كله وبدال نايم للمساء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر